سؤال الثاني مجموعة مسائل تخص الفصل تخص السيجنال والماشفلتر سؤال الأول سؤال الأول سؤال الأول نقص ثلاثة ايه سؤال النمط حاليا مثله و احد الواجبات المكلفين بها يشبه السؤال بس عرفان مختلفة سؤال الثاني equiprobable bipolar data are sent through AWGM channel إذا the pdf of the received signal is p of x يساوي 5 على جدر 2π e to minus مع شونس ويزائد ناقص 0.3 كل تنبيه where plus minus are the data polarity find the optimum threshold setting and the net error probability ننتبه هنا السؤال نمط يختلف أول شي نعطينا pdf of the received signal بس ما قاعد يشقد الأي وشقد السيجما ونوعة data هي شنو modulation هو bipolar البيبولر هو plus minus a هنا أنا يقولي y زائد ناقص 0.3 فإذن بمعنى أنه ال a هي زائد ناقص 0.3 يعني ال shifting مع البيبولر ال a قيمته 0.3 يمين يسار زائد ناقص 0.3 السيجما من أطلعها أطلعها من المقارنة هاي المعادلة هي ال standard shape من القاوسين اللي هو p of x واحد على جذر sigma exponential ناقص 0.5 y ناقص صدر a كل تربيع على سيجما تربيع هذي من عندها قارن هاي المعادلة المعطاعة وهي المعادلة مع القاوسين أقدر أطلع منها دقيقة سيجما وبالتالي أجي أحسب المسافة بين الإشارتين وكون الإشارات هي equiprobable وقاوسين noise affecting اللي حيث يصبح لدي ال p e هو q of d over 2 sigma ود هي المسافة بيناتين وبعدين أطلع النت الررى probability سؤال الثالث compare between the error probability ويقوم بفلوينج 1600 بس سيجل ديجتال موديلاشن تكنيك 10 و 2 ناقص 10 واط every signal power إيتي 10 وصالب 14 واط per هيرتز الأنواع الثلاثة المعطاتية Coherent OOK Coherent PSK Coherent FSK F1 ساوى 120 هيرتز F2 ساوى 1800 هيرتز تنويهة أو ملاحظة خلالكم بالسؤال يقول Coherent means a match filter is used for detection تسمع مطاور بكلمة Coherent معناتها الديتكتر المستخدم هو الماشفلتر لأنه في طرق أخرى غير الماشفلتر نسميه هنا Coherent Technique وأداها يختلف من حيث احتماليات الخطأ خطوة الأولى هنا أدعان البتريت معلومة أفرش باور معلومة سبكتر دينسيتي معلومة أطلع قيمة لمدة واعتبرها موحدة للكل مثل ما شفنا بالواجب الأخير أطلع لمدة سأعود بالقوانين اللي تخص OOK والPSK والFSK هنا سأعود بالقانون الأصل اللي هي أفول بترددات الأفول والF2 أطلع الأوميجيدي وأكمل حل السؤال مثل ما شفنا من أحد الواجبات اللي تخص اللي حللتوها سؤال الرابع سأعود بالقانون الأفول سأعود بالقانون الأفول ومن تو PSK عندما ألفا تساوي سالب واحد شوفون هذا السؤال يشبه الاشتقاق اللي سوينا ما للا ASK بس مو OOK الOOK كانت حالة شنو حالة واحد من إشارتين كانت سؤال سأعود بس مو OOK ويشبه هذا أسميه الASK بصورة عامة يعني عندي للا إشارة وان في اللوجك ون اللي هي A والفي أثر هو اللوجك زيرو اللي هو ألفا في الآي الفرق اللي سنرسيب سيميز بالارتفاع مع الإشارتين ويميز ما بين الزيرو والوان مطلوبا نحسب الإررار البروبولاتي بدررة الاس الاربي الإيتا والكونستنت اللي ظهرنا اشتغل بنفس الطريقة اللي حقدناها بالمحاضرات الفيديوية بس سيطلع عندي بلغة الاس والار بي والإيتا والكثابة ألفا إذا الاشتقاق الأخير مرتك صحيح ومضبوط ستشوف أنه من تخلي ألفا صفر سيطلع الاس نوت أوف تي صفر وبالتالي يطلع هو الستاندرد الأصلي مع الأوكي اللي هو كيو أوف جذر لمدة وإذا كان ألفا تساوي سالب واحد سيتحول الاس نوت إلى ناقص أي سين أوميجا سيتو سيتحول هذا الشكل إلى PSK والمفروض يطلع لك الناتج كيو أوف جذر اثنين لمدة هذا التلشيك للحل يتعويض هاي القيمتين مع الألفا سؤال الخامس الديجيطال ترانسميشن سيستم لديه باندوث 2.4 كيلوهرز سنر 20dB أجد الانفرميشن رات الممكن على هذا التلشيك إذا استخدام OOK استخدام عشرة وصالب خمسة أجد الانفرميشن الانفرميشن هنا فيه أن نطلع هناك ان الانفرميشن هو الانفرميشن كيومتين عن الانفرميشن نخص مائفين لديه انفرميشن من الآن باندوث أدوث لو ان انفرميج أدوث هو الانفرميشن لثانيا أدوث أدوث نطلع المنظم وستحول على المعطاة ومن أن نظر المده هي S over E double R B سوف نظر علاقاتها و أربطها مع Shannon Equation و أرى أنه قيمة ال R B الذي مسموح به ينطيك كيشي إيرال فرو بوروتي 10 أسالب 5 و أقل مما لو تحسبه من معادلة Shannon إذا تعرف البانيوف 2.4 و SNR 20 بيبي و لهذا السبب الآن نحن نقول إن معادلة Shannon هي المكسيموم ثيوريتيكالي للمده على الشنال يعني أعلى معدل لإرسال المعلومات عبر هذه القانات و ليس هي المعلومة الحقيقية الحقيقية هي التي تعتمد على أي مما يعتمد على المسبوح و يعتمد على مستخدم نوع الديججية الموديوليش المستخدم سؤال السادس هذا السؤال بالحقيقة يشبه سؤال الواجب مانتكم لكن إشاراتها مختلفة وهنا كان عندنا الرايشو نعطيناها absolute هنا الرايشو ما للأفراج سيجنال للسنر هنا ستاعة دي بي نحاولها الى absolute حاولوا تحلون هذه المسائل الستة تخص هذا الجزء من المادة مع الفصل الأول تمرنوا عليها حل ورقي نموذجي تبق ويمكم وإن شاء الله تكونوا موافقين بجراستكم الألكترونية عن ضرر شكرا جزيلا